سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة النبي موسى عليه السلام الحلقة 13 أنا متذكرة في المرة الفاتث قلنا إنه سيدنا موسى يتزمر واشتكل يا الله من طلبات شعبه وذكر لي الله إنه مسؤولية غيادة بني إسرائيل مسؤولية أكبر من طاقته وما بيقدر عليها براها وقال لي الله إذا كانت ديء هي المسؤولية الحملتني لها أحسن ترحمني وتقتلني عشان أرتاح من البلوة دي لكن الله الحكيم الرحيم ما عقب نبي موسى على كلامه ده إنما أرشدوا لاختيار سبعين من شيوخ بني إسرائيل المؤهلين للقيادة صحيح وإنه الناس ممكن يسمعوا كلامهم مزكرين مزكرين وسيدنا موسى قال لي الله يا رب أنا هنا وسط ستمية ألف راجل بالإضافة للنسوان الله طال وإنت تقول إنك حترزقهم باللحم لمدة شهر كامل يا رب هفل بك فيهم من البقر والغنم عشان نطبح لكل العدد الكبير ده يا رب العدد ده كل سمك البحر لو استضمى ما حيحكي فيهم وقال الله قال لنبيه موسى يا موسى تفتكر قدرتي ناقصة عن فعلي أي شيء أريده سبحان الله جريب جداً أنت حتشوف إذا كنت ححق الكلام ده ولا لأ سبحان الله وبعد ذاك سيدنا موسى طلع وكلم الشعب بكلام الله وبلغ سبعين من شيوخ بن إسرائيل إنهم يكونوا واكفين حول خيمة العبادة وفعلاً كانوا فيه 68 منهم واكفين حول الخيمة وقال الله نزل في السحابة وكلم سيدنا موسى عليه السلام وأخذ من السر الإلهي اللي كان عليه ووضعوا على شيوخ بن إسرائيل الشيوخ ده اللي تنبأوا في الوقت داك بس لكن بعد داك ما كان بيقدروا يتنبأوا كان في اتنين من الشيوخ السبعين اسمهم الداد وميداد كانوا في المعسكر وما مشر الخيمة ومع كده السر الإلهي برضو نزل عليهم وهم كمان يتنبأوا مع إنهم كانوا في المعسكر عشان كده في واحد من الشباب الفي المعسكر جرى لسيدنا موسى وقال ليهو يا سيدي أداد وميداد بيتنبأوا في المعسكر يتنبأوا؟ يتنبأوا ليه؟ دا كلام غريب جداً أمنعهم أمنعهم يا سيدي يا يشوع يا يشوع إنت مالك زعلان ياريت لو كل شعب الله دا كان بيقدروا يتنبأوا والله يضع صرفيو وبعد داك سيدنا موسى وشيوك بن إسرائيل رجعوا للمعسكر وفي الوقت دا الله خلى الريح تهب من ناحية البحر والريح دي جابت معاه طيورة سلوة والطيور دي كانت منتشرة ومحل جفوك المعسكر على ارتفاع متر من الأرض ولمسافة كزا كيلو متر من كل جهة بن إسرائيل طلعوا كانوا بيقبضوا في الطيور دي طول النهار والليل في اليوم الأول وطول اليوم الثاني برضو وأقل واحد فيهم كان جمع منها ستين شوال ستين؟ ستين شوال وشروها حول المعسكر عشان تنشف وقالوا بيطبحوها؟ أجع ياك في الكلام أي ولكن شعلوا شوية منها وطبخوه للأكل وبمجرد ما بدوا يأكلوا الله نزل غضب عليهم وضربهم بوباء شديد لسعن كده المكان دا بيجا اسمه قبروت حد أوى يعني قبور الشهوة لأنه اندفنوا فيه الناس اللي اشتهوا اللحب وباقي الناس النجو رحلوا من المكان دا ونزلوا فيه مكان اسمه حذياروت وفي حذياروت مريم اتناولت مع أخوها هاروم صيرت أخوها سيدنا موسى بالباطل لأنه تزوج مرة جدامية من كوش وكمان هم اللي اتنين قالوا الله كلمنا نحنا برضو ما كلم موسى براه وقال الله سمع القالوه دا أما موسى عليه السلام لأنه كان مضواضع جدا أكثر من كل الناس على وجه الأرض ما رد عليهم وبدل كده في الحال الله قال لي سيدنا موسى ومريم وهاروم الثلاثة أمشوا كلكم لخيمة العبادة وفعلا الثلاثة قاموا ماشوا هناك وقال الله نزل فيه عمود سحاب في مدخل الخيمة ونادى هاروم ومريم ولما تقدموا جريب قال ليهم أسمعوا كلامي دا بالنسبة للأنبياء أنا بصحر ليهم مشيقتي في الأحلام لكن مع عبد موسى الوضع مختلف لأنه هو أمين ومخلص في كل ما أكلف به وأنا بخاطبه مباشرة وبوضوع وبدون الغاز وهو بيرى لمحة من جلالي طيب إذا كنت أنا رب العزة بعامل عبد موسى بالطريقة دي أنتوا ما خايفين من كلامكم القاسي ضده بعد الكلام دا الله غضب علي مريم وهارون وتركهم ولما السحابة بعدت عن الخيمة مريم أصاب الجزام ولما هارون يتلفت عليها وشافه بيقت مجزومة استغرب وقال ليها يا مريم يا مريم دا شو حصل لك دا جزام يا ساتر يا ساتر يا رب جزام أشفيلي يا رب أشفيلي يا رب يا موسى من فضلك يا سيدي ما تخلينا ندحاقب عن الزنبا اللي ارتكبناه من حماقة دا شوف مريم شوف المسكينة دي هس حصل ليه دا شنو أرجوك أرجوك يا سيدي ما تخلي مريم في الحالة الصعبة دي أطلب من الله انه يشفيها هس بيقى زي المولودة اللي بيطلع ميت من بطنمه ونص لحمه مهرود اللهم اشفيها بفضلك يا رب يازل فضلي والإحسان والله رد وقال لو عملت حاجة كعبة وأبوها تفليها في وشة ما كانت حتخجل وتختفل مدة سبع يوم إذن أحجزوها سبع يوم في الكارنتينة خارج المعسكر وبعد ما تظهر رجعوها تاني للمعسكر سبحان الله ومريم بعلا اتحجزت سبع يوم في الكارنتينة والناس انتظروها وما رحلوا لغاية ما رجعت للمعسكر بعد ذلك رحلوا من حضيروت ومشوا لصحراء فاران ونزلوا فيها وهناك في فاران الله قال لسيدنا موسى يا موسى اختار قائد مهم من كل قبيلة ورسل القوات ديل عشان يستكشفوا أرض كنعان الحديها لشعب بن إسرائيل وسيدنا موسى فعلا اختار ليه 12 رجل بعدد قبائل بن إسرائيل ورسل الرجال ديل لأرض كنعان حسب أمر الله وكان من بينهم كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون وقبل ما يسافروا سيدنا موسى أداهم توجيهات وقال ليهم أسمعوا يا غادة أمشوا من هنا شمال لغاية ما اعتصلوا للنغب في جنوب أرض المعاد وهناك اطلعوا الجبل ويستكشفوا البلد ديك واعرفوا طبيعة أرضها وشوفوا الشعب العيش فيها شعب قوي ولا ضعيف كتير ولا قليل وشوفوا أنه على المدن بيسكن فيها محصنة ولا ما محصنة واعرفوا أنه اعتربة الأرض الهناك حية ولا ميتة وجاين فيها شدر ولا لا يلا اتقلوا على الله وصيروا شيروا في مهمتكم وخليكم شجعان وكمان لما ترجعوا جيبوا معاكم مستمر من الأرض دي والقواة دا اللي اختارهم سيدنا موسى ديل فعلاً مشوا واستكشفوا البلد من صحراء في جنوب فلسطين لغاية رحوب عند مدخل حماة في سوريا وفي أثناء سفرهم دا مروا بمدينة الخليل كانوا ساكنين فيها ثلاثة جبايل من الجبابرة وهم أخيمان وشيشاي وتلماي بنوا عناق ومدينة الخليل دي كانت تبنت قبل سوعاً للمصرية بسبع سنين وصوعاً اسم قديم لمدينة مصرية كانت مشهورة في الماضي ومن مدينة الخليل رجال الاستكشاف ديل وصلوا الوادي أشكول ولأن الموسم كان هو بداية موسم العنب هناك الرجال ديل قطعوا عليهم فرع من شجرة عنب كان مليان بالعنب ولأن الفرع دا كان تقيل شالوه اثنين بعصايا كل واحد كان ماسك من طرف وشالوا كمان معاهم بعض الرمان والتين والمكان دا بقى اسمه وادي أشكول ومعناها وادي العنقود عشان عنقود العنب القطعوه ورجال الاستكشاف من هناك والرجال ديل تموا مهمتهم ورجعوا بعد أربعين يوم وصلوا سيدنا موسى وهارون وباقي الناس في منطقة قادش في الصحراء بين فران وصير وبلغوهم بأخبار مهمتهم ووروهم ثمر الأرض اللي استكشفوها وقالوا لسيدنا موسى يا سيدي يا سيدي الغايد بعلنا الأرض الرسلتنا عشان نتستكشفها دي أرض طيبة ورخية ومليانة لبن وعسل وهدى تمارا القمان جبناه معنا وكمان يا سيدي من استكشافنا عرفنا أن الشعب الساكن فيها شعب قوي وكل مدينة فيها محصنة وقوية وكبير جدا وطماشونا بنى هناك الجبابر هناك أيوة يا سيدي الناس دي الموزعين على العرض كل مجموعة في منطقة بني عماليق ساكنين في الجزاء الجنوبي الهون نغب والحثيين واليبوسيين والأموريين ساكنين الجبل والكنعانين ساكنين عند البحر وعلى نهر الأردن وكالب اللي هو واحد من رجال الاستكشاف حاول يطمن الشعب ويهدي مخاوفهم عشان كده خاطبهم قدام موسى وقال لهم يا جماعة نحنا لازم نطلع ونمشي عشان ناخد الأرد دي لأنه متأكد أننا هنقدر نهزم الأمم الساكن فيها وناخدها منهم لكن بعض الرجال كانوا معكالف في المهمة وعددهم عشرة قالوا لا 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 أبداً نحنا ما هنقدر نحارب الشعب الموجود هناك ده ونغلبه لأنه الشعب أقواميننا بكتير أيوة الموضوع قم ما مستهل الأرض ميتة والناس اللي شوفناهم فيها ناس أغوية وطوال جداً وهناك كمان شوفنا الجبابرة بني عناق وهم ناس طوال وعسام ضخمة جداً ونحنا قلنا بالنسبة لهم زي الجرات وهم برضو كانوا شايفيننا زي الجرات طيب يا جماعة خلونا نقيف هنا الليلة تحية زروك اخراك اخراك تماما درشيخ الدين ترجمة نانسي قنقر